بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس المجلس المقار سيد رئيس الحكومة يؤسفني سيد وزير محترم سيد رئيس الحكومة المحترم يؤسفني أن يكون أول قصيدة كفر ويؤسفني كذلك أن أدشين تفاعلي مع قراءتكم لموضوع الاستثمار بالآتي لسنا من أهلي الكهف ولسنا في سوبات عميق حتى تنقطعنا أخبار السياسة والاقتصاد في بلدنا فنقبل بأرقام دون وقع يذكر على جهوب المواطنين وعلى معيشهم اليومي وحتى نقبل بكلام غير مشفوع باستجابة حقيقية لمؤشرات الاقتصاد الوطني وعلى رأس القائمة مؤشر التشغيل والقدرة الشيئية للبسطاء وما أكثر البسطاء عمليا أول ملاحظة بخصوص المعطيات الرقمية المرتبطة بالاستثمار خاصة بالاقتصاد العامة أول سؤال لماذا سيد رئيس الحكومة لم تجعلوا أرقامكم مطواعة ولماذا لم تخضعوها للسياسة الاقتصادية التي نبتغيها لبلدنا لماذا ارتهنتم بيدها ولماذا جعلتموها تتحكم في سياستكم الحكومية هل معنى هذا أننا سنستمر في سياسة الاستكان والاستثناء من الأمر الواقع هل معنى هذا أننا لن نسلك طريق الاجتهاد والابتكار لإيجاد الحلول التي تتلاءم وطموحات الشعب المغربي هل معنى هذا أننا سنتمادى في نمط يعيش يحمل في طياته حيفا كبيرا لفئات عريضة من الشعب المغربي ضحات عطات من دمها ومن عرقها ونطالبها اليوم بالمزيد من التضحيات ومن المزيد من العطاء بصمت ودون أنين استثمار السيد رئيس الحكومة في العمق أو تنمية عن طريق الاستثمار في العمق هي عملية تلاقح منهج سياسي ورؤية اقتصادية واضحة ولكن على ما يبدو أن عملية التلاقح التي تكلمت عنها أو عملية التلاقح هذه استعصت على حكومتكم بدليل عجزها على استغلال هذه الطرابات القلاقل التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي عجزها عن توظيف الحراك الذي قلب دولا كمصر والسوريا وتونس قلبها رأسا على عاقب اللهم لا شماتا وحفظ الله وطننا وحفظ الله وسلطاننا هذه الاستثناء المغربي الذين تغنيتم به والذي تغنينا به معكم سيد رئيس الحكومة لماذا تركتموه حبيث سطور المقالة الصحفية حبيث زحام الخطب لماذا لم تحرروه لماذا لم تطلقوا صراحة وتحولوه إلى طروة حقيقية وإلى مناسب شغل بمئات الآلاف لماذا لم تترجموه إلى رخاء بمعانقة المستثمرين وباحتضان الاستثمار لماذا لم تجعلوا من المغرب بوابة المشرعة في وجه كل مشروع حامل لإمكانية وقدرة نموها إلى وفي وجه كل فاعل ومستثمر وطني ومحلي راغب في إنشاء مؤسسة تجارية أو صناعية أو مؤسسة خدماتية لماذا لم تستغلوا ما يدور حولنا اليوم وتجعلوا من المغرب وجهة استثمارية جدابة قادرة على استقطاب ما أسميه شخصيا التوفير العالمي لماذا تعاملتم كحكومة بذهن خالي مع شمولية الاقتصاد شمولية الاقتصاد التي تفرض اليوم إعادة توزيع تدفقات رؤوس الأموال في اتجاه المناطق الاقتصادية المحتاجة ولكن حيث يوجد أو حيث توجد المرضودية الحقيقية والمرضودية الآمنة للاستثمار بعيدا عن دول اليوم كتعاني التخمة جراء هذه الاستثمارات المصطنعة والمغرب لله الحمد بل دونه لله الحمد من هذه المناطق بل اجتمع فيه ما تفرق في غيره يكفي أنه بوابة إفريقيا يكفي أنه على بوادي أميال من إسبانيا أي على باب أوروبا كذلك يكفي أنه يتمتع باستقرار سياسي أن عمى به علينا رب العزة بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك وبفضل تضافر كل جهود كل القوى الحية والأحزاب الوطنية الصادقة الغايورة والتي لا تزايد ولا تغالي في حبها وفي عشقالها هذه البلد سيد رئيس الحكومة المحترم الاستثمار ما هو إلا واحد ترجمة فعلية وترجمة رقمية لتفاؤل المستثمر وثقته بمستقبل البلاد اللي فيها فقط هذه الثقة لا يمكن أن تكتمل أركانها إلا إذا كانت هناك إشارات قوية من قبل الحكومة فأين هي يا ترى إشارة الطمأنة التي بعتم بها للمستثمرين وهل من مخاطب محدد للتواصل مع هؤلاء المستثمرين واش كان شيء مخاطب وكيف يعقل سيد رئيس الحكومة المحترم كيف يعقل إقصاء التحاد العام المقاولة المغرب وهو الذي يشغل أكثر من ربعات الملايين المغربية ومغربي كيف يعقل أن يلغى هذا الصرح وهذا الكائن الاقتصادي الدخم من برنامج زيارة رؤساء ورجال أعمال الأتراك المرافقين للوزير الأول التركي ويعود بجمعية اسمها الأمل أمل السيد رئيس الحكومة أن أجد عندكم التفسير الشاف لهذا الموضوع حتى يستبين الأمر للجميع أين هي السيد رئيس الحكومة اللجنة الوزارية للاستثمارات؟ هذه اللجنة رفعة المستوى التي تشرفون عليها شخصيا لماذا تأخر انعقادها؟ وهي المنوطة بها مهمة بلورة وتنفيذ كل إجراءة الكافلة وكل تدابير الكافلة اليوم بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات؟ وماذا عن الصناعات تصديرية؟ ماذا فعلتم بخصوص الصناعات الموجهة التصدير اليوم؟ خصوصا في هذا الضرف الدقيق الذي يتحتم فيه على القرار الاقتصادي أن يركز بشكل قوي على رقم معاملات بالعمرة الصعبة وعلى احتياطي بالعمرة الصعبة هذا الاحتياطي المتآكل والمتهالك اليوم آليات التدبير لا متمركز سيد رئيس للاستثمار أو ما يصطلح عليه بالمراكز الجهوي الاستثمار لقد أهملتموها هي اللي مفروض أن تطلع بدور محوري في تعزيز وفي تحفيز الاقتصاد الجهوي وفي استقطاب المشاريع وفي إحداث فرص التشغيل ذاتي اليوم هذه المراكز هي خاوية على عروشها النظام الجبائي خصويت عاد فيه النظر سيد رئيس الحكومة المحترم لا بد أن تدعموا المؤسسات أو المشاركات لتقوية وتعزيز رأس مالها لأنه لكان عند رأس مال قوي يمكن تستمر رأس مال قوي يمكن تستمر خصوصا أمام الصعوبة وفي كثير من أحيانا استحالة استحالة التمويل البنكي وما دم تكلمنا على الأبناك سيد رئيس الحكومة المحترم لا بد من إعادة النظر في دور الأبناك في تمويل الاستثمار أبناكنا اليوم والتي تتمتع بحماية الدولة أبناكنا تجارية محضة لا أهم لها إلا تكديس ومراكمة الأرباح عن طريق تجميع الوداع بأتمية بخصى وتحويلها إلى قروض بسعر فائدة ملتهي كذلك سيد رئيس الحكومة المحترم الإدارة لا بد من إقلاع إداري حقيقي يعالج الروتين ويختبر كل عملية إدارية حتى نتمكن من اقتصاد الجود وحتى نتمكن من اقتصاد الوقت وحتى نتمكن من تبسيط المساطير المتشعبة والمعقدة طريقة تسير العلمي للأنشطة الاقتصادية سيد رئيس الحكومة عادة نحتف نطاق شركة صغيرة أو المتوسطة هذه الطريقة تسير تستدعي أخذ الآفاق المستقبلية بعين الاعتبار عندما نحدد الأهداف هذه المنهجية هي ضرورة ملحة بنسبة الحكومة لماذا؟ لأنها تتحمل معيشة شعبين بأسره تتحمل مسؤولية فئات تبحث عن الشغل فلا تجده تبحث عن مقعد في المدرسة فلا تجده تبحث عن سرير في مركز استشفاء فلا تجده سيد رئيس الحكومة المحترم إذن اليوم سيد رئيس الحكومة سمحوا لي نقولكم أنكم تخليتم عن فكرة تخطيط تخليتم عن فكرة التأمل تخليتم عن فكرة الاجتهاد في التصور على الأقل في المدى المتوسط والمدى القاسر سيد رئيس الحكومة هل معنى هذا أننا سنستمر في سياسة التضييق رأى المغلق الحمد لله عرف فجوة في عد الحكومة السابقة وبدع من ملكي كريم واضح ومباشر وكان يبقى اليوم استدرائيس حكومة قولنا للمغاربة